بعض الناس يتكلموا على اني احنا محتاجينه في ايه؟ هذا السلام اللي هو سلام الود الموصول او الوصل الممدود هذا السلام في الحقيقة هو اللي بيخليك تعيش الحياة دايما وعارف ان الحياة مش فراغ ان الحياة مش بعيدة عن الله ان الحياة مش انت في مكان بعيد عن الله ولما تحب ترجع تاني لازم تروح لفيافي وجبال وتنزل في اضاب لا لازم تعرف دايما ان انت داخل حضرة مولاك لازم تتحقق من ودي الله سبحانه وتعالى عشان تقدر تمشي اني ودي الله سبحانه وتعالى فضل من الله لازم تعرف اني ودي الله فضل من الله وفضله لا ينقطع لانه لا احد يمنعه مما يريد وده هيحصل لما تعلم انك تستطيع ان انت تقبل على الله ولا يحول بينك وبين الاقبال على الله شيء غير اوهم نفسك الامرة بالسوء حد يقول له نفسي مش مطوعاني اه صحيح نفسك مش مطوعاني بس ولكن الله معك يعني ايه ان معي يا ربي سيهدين نفسك لو ما اطوعكش ولذلك اللي يحصل دايما بقول للناس كده بما ان الله سبحانه وتعالى ليس هناك بيني وبينه حجاب وهو معي دائما وانا في وصل دائم وانا في وده ومدده الدائم بما ما فيش حاجة تانية يقول زيك لما كانوا يسألوني زي ما قلت لحضراتكم لما كانوا يسألوني هل بيننا وبين الله طريق طويل نقطعه نسلكه حتى نقبل عليه اقول لا بل حجاب عن قلبك ترفعه طيب لما ترفع الحجاب ايه اللي حاصل فلما ترفع الحجاب تجد الله امامك انت ازاي تدخل على الله وانت محمل بكل هذه الاوزار وهذه وهذه الاوحال وهذه النجاسات تخلص منها تخلص من كل ده تخلص من كل ده لان الله سبحانه وتعالى اذا قبلك هيقبلك على طيبه هيقبلك على الحال الذي يرضيها لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى الذي يقبل التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون يبقى انت مش محتاج كل ده انت كل اللي محتاجه اليقين من ودي الله سبحانه وتعالى ان انت عشان تدخل في سلام ودي الله وسلام ودي الله الموصول لابد ان انت تستعين للقضاء على الحجاب اللي بينك وبين الله بايه؟ بالله سبحانه وتعالى وبلا حول ولا قوة إلا بالله ولذلك صدق الله سبحانه وتعالى وهو يقول عن القرآن وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يهدي الله سبحانه وتعالى يكلم عن القرآن يهدي به من اتبع رضوانه سبل الايه؟ سبل السلام ويخرجهم منين؟ من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يبقى إذن الله سبحانه وتعالى يحب لك النور ونفسك الأمورة تحب الظلمة لإن إيه اللي بيحصل؟ أنا فيه خداع وفيه فخ اسمه فخ الظلمة إن النفس تدخلك في فخ الظلمة فتظن إن انت لا ترى تظن بأنك في مكان لا يصل إليه نور الله بل إن الظلمة التي تعيش فيها من ظلمة النفس هي مخلوق من مخلوقات الله فالله معك حتى في ظلمتك يبقى مين لا يخرج ودهت مقتدق ويخرجهم من الثلمات إلى النور يبقى الله سبحانه وتعالى معك في الظلمات يعني ايه معك في الظلمات؟ أنت في ظلماتك والله ينير ظلماتك يبقى عشان كده الله سبحانه وتعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور من ظلمات الشك واليأس الى نور البصيرة والود والقرب كأن اليقين في ود الله ربنا يقول لك ايه ادم معاملتي فما تردتك قط من حضرتي ربنا بيقولك كده ادم معاملتي فما تردتك قط من حضرتي فانت دايما في حضرة مولاك ودايما مولاك يعاملك فلابد ان انت الجزاء والاحسان الا الاحسان طب تعمل ايه عشان تداوم معاملة مولانا انا عايزك تقول ايه بقولك كده ليه لاني بجد اكتر حيات انسان اللي بيحس فيها بالشتات والوجع والفراغ والاحساس بكل الضيق والحرج ونار الهجران عن الله ونار الوحدة والوحش عن الله سببها انه ما تحققش بسلام الود ان الله سبحانه وتعالى يودك لا لشيء الا لانه جميل الا لانه كريم الا ان هذا محد فضل من الله وان دوت موجود وقريب منك واذا سألك عبادي عني فاني قريب فالله قريب منك